أنا والدة المعتقلة علياء التي تعيش في سجون الإمارات دولة الإمارات مع مرض السرطان تشوف الموت في كل لحظة في كل دقيقة وقدمنا إلى ديوان ولي عهد أبو ظبي رسائل أكثر من خمس مرات بعد مدة نتصل نسأل إيش صار فيه موضوع علياء يقول لنا طلبكم مرفوض طيب ليش مرفوض ما يردون البنت قاعدة حاطينها في مستشفى في غرفة في سجن ما في علاج ما في شمس ما في هوا مكبل حديد إيدها ريلها حتى لدرجة أن لما تروح في دورة المياه تتوضى يطيح في دورة المياه يتم بساعات مرمية داخل دورة المياه عقب يكتشفون أن العسكرية اللي في غرفة تحرسها تشوفها تتأخر يلقونها البنت مغمي عليها بالحديد البنت حين أربع سنوات قاعدة تموت بمرض سرطان الورم لو تشوفونها كأن تقولين كوايا حاطين على بلاستيك كذا متكرمش وغدد وشو أقولكم شو الأمراض العين ما تشوف حين جهة الورم عينها ما تشوف ما تشوف زين ما تقدر توقف على رجلها اطيح وإذا أنا أروح هناك أبكي أبوها فقد بصرة من البكاء شو مساوين والله الكلام اللي أنا أقولكم يعني مش في الشام ولا في العراق ولا في اليمن ولا في سجون جوال تنامى في سجون دولة الإمارات العربية المتحدة الزيارة يمنعوننا هذا الأسبوع زيارة ممنوع لا تجون ليش زيارة يمنعوننا كل مرة نروح يسوون لنا يعني بهذلة كل مرة كل مرة كل مرة كم أنا حرمة عبانة أروح من مشوار كم خمسمائة كيلو رايح ياي احنا في وين وهم البوضابي وين بعيدة علينا شو مساوية هي قتلة تحد هي عندها جريمة سرقة تحد هي عملت شو عملت عشان تنسجن ما يردون كل الوزارات وزارة الداخلية رحنا شؤون الرئاسة رحنا كل مكان رحت كل يقولونه روحوا الديوان روحوا الديوان منهم من الديوان هذا الأمر ما عن يقدر ندخل كل من الديوان طيب أنا أروح الديوان كل مرة أروح ما ما في يعني قتل عمد طيب هي شو الجريمة اللي ارتكبتها عشان أنتوا تكتلها سجن وقيد وحديد والله سرقة تحد والله والله أي شو الضرر اللي طبوا البيت شو الأشياء اللي سويتها في البلد عشان أنت تكتلها لا أكل لا كل شي ممنوع كل شي ممنوع ليش